موسيقى ارحب بك من جديد صديق المشاهد في حلقة جديدة مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة سفر الأعمال أصح خمسة والآيات من 17 إلى 42 أضع له عنوان حق الإنجيل والمواقف المختلفة حق الإنجيل والمواقف المختلفة ما زال الرب بيعمل من خلال الرسل آيات وعجائب كثيرة الجميع بنفس واحدة الشعب يعظمهم جماهير من رجال ونساء ينضمون للرب أكثر ظل بطرس يشفي المرضى الرسل لا يتوقفون عن الكرازة بالإنجيل يعلنون يسوع المسيح رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة ووفران الخطايا هذه المشاهد العظيمة أزعجت إبليس ومملكته فهو لا يقبل إطلاقا هذا الإعلان يبزل كل جهده لإقاف إعلان الإنجيل ممكن في هذا النص أصح خمسة من سفر الأعمال آية 17-42 بنشوف مجموعة من المواقف المتباينة تجاه حق الإنجيل خلينا نعرض مع بعض أربع مواقف على الأقل الموقف الأول هو موقف الرافضين قام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدقيين وامتلأوا غيرة فألقوا أيديهم على الرسل وضعوهم في حبس العامة ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال اذهب وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة وتستمر القصة اللي فيها بنشوف الرسل راحوا وقدموا الكلمة وحدث ما حدث بعد ذلك من الرافضين والمقاومين بقيادة رئيس الكهنة تم القبض على الرسل وضعوا في السجن في الغالب لأن بطرس ويحنى لم يطيع الأوامر بعدم الشهادة ليسوع ولا يعلم باسمه الكلام اللي شفناه في أصحة 4 وآية 18 ثم إيهن الرسل في كل مرة بيشهدوا عن يسوع يذكرون القيامة وده طبعا ضد جماعة الصدقيين اللي بيدعموا رئيس الكهنة لأن دول بينكروا القيامة تماما لاحظ القادة اليهود إن شعبيتهم بدأت تضعف والجماهير بتتحول إلى رسل المسيح وده بالتأكيد ذاتهم غيرة وبغضى إزاي يقبلوا اللي بيعلنوا بطرس إن يسوع هو من يعطي التوبة ومغفرة الخطايا ده في نظرهم مستحيل يسوع بالنسبة ليهم هو إنسان مضل كان بيدعي إنه هو المسيح فاتجاه القادة اليهود دلوقتي هو إنه زي ما فعلنا بيسوع نفعل بهؤلاء الرسل إحنا ضد هذا الاسم وضد كل من ينادي بهذا الاسم يمكن الرسل لم يفاجأوا بهذا ويمكن تذكروا كلام الرب لما قالوهم ليس عبد أعظم من سيده إن كانوا قد اضطهدوني فسيتهدونكم وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم يحنى 15 آية 20 اللهم كمان في يحنى 16 آية 2 سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله كان قرار قادة اليهود إن يضعوا الرسل في السجن ويحكموهم في اليوم التالي من يدري يمكن فكر هؤلاء القادة إنه زي ما تخلصوا من يسوع بصلبه يبقى دي تكون نهاية هؤلاء الرسل من المحتمل إنهم كانوا يتأمروا ليلا كيف تجرموا حكمة هؤلاء في الصباح ويذهبوا إلى الصلب يعني يذهبوا بلا راجعة كما ذهب مسيحهم حسب ظنهم لكن السماء كان ليها رأي آخر رأس الكنيسة لا يحتمل إن جسده على الأرض يضطهت هكذا ويصمت ولا يمكن إن كلمته تقيد علشان كده أرسل ملاكه ليلا ليفتح أبواب السجن وآخرج الرسل جميعا وأمرهم أن يعودوا إلى الهيكل ويواصلوا الكرازة كما كانوا المجمع في وادي تاني مجمع اليهودي في وادي آخر يجتمع في الصباح بكامل هيئته وأرسلوا للحبس ليحضروا الرسل وعادوا الخدام يخبروهم بالمفاجأة إن الرسل ليسوا هناك برغم إن أبواب السجن مغلقة بكل حرص والحراس واقفون خارج أمام الأبواب وكان أعضاء المجمع في حالة زهول بالتأكيد وبيحاولوا يفهموا إزاي خرج الرسل من الحبس يأتيهم الخبر إن الرسل في الهيكل وقفين بيعلموا الشعب هل تتخيل هذه الصورة؟ وهكذا ازدادت حيرة وتساؤلاتها أولئك الرافضين إزاي يرجع بطر سوحانا للكرازة باسم يسوع ومش هما الاتنين فقط لكن معاهم بقية الرسل ثم إزاي خرجوا من السجن والأبواب مغلقة والحراس هناك ثم كيف يتجاصرون ويرجعوا للهيكل مرة تاني يعلموا الناس عن يسوع طبعا ما كانش فيه بديل غير استدعاهم مرة تاني وهم خايفين من الشعب وسألهم رئيس الكاهنة في آية 28 من الصح 5 أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم وها أنتم قد ملأتم أوريشالين بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان خد بالك لم يسأل رئيس الكاهنة عن كيفية خروجهم المعجز من السجن ودي آية واضحة للعيان وبتقدم برهان قاطع على صحة اللي بينادي به الرسل لكن سؤاله هو اعتراف صريح بنجاح الرسل في شهادتهم قد ملأتم أوريشالين بتعليمكم لكن وللأسف مزال مجمعه على موقفه الرافض ليسوع لا تعلمه بهذا الاسم وطبعا هو كان بيخشى هياج الجماهير اللي أمنت بهذا الاسم وبه نالت الخلاص والمجمع يخشى أنه تنقلب الجموع عليهم بسبب بسبب يسوع علشان كده كان فيه موقف غريب جدا جدا يقولوا كده تجلب علينا دم هذا الإنسان مع أنهم عند محاكمته قالوا دمه علينا وعلى أولادنا وده بيعبر عن تناقض رهيب في تفكير أعضاء المجمع في هذا الأمر إذن هناك قضاء إله ينتظر أولئك الرافضين في كل عصر وكل جيل سيجلبون على أنفسهم هذا القضاء برفضهم وده اللي أوضاحه المسيح بنفسه في مسل الأمناء اللي أرسلوا للملك وألولوا لا نريد أن هذا يملك علينا اللي أخذوا موقف العداء والرفض قال المسيح في لغة 19-27 أما عدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي وقالها الرب صراحة إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون لكن الرب الحقيقي في رحمته ونعمته ومع أنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل زي ما قال الرسول بوليسي أصرح 17 من سفر الأعمال لكنه الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل مقدما للجميع أيمانا إذ أقامه من الأموات أعمال 17 آية 30 و 31 دا كان موقف الرافضين والمضادين تعالوا نشوف موقف الواسقين دا نقدر نستشوفه فيه كلام بطرس اللي قال بوضوح أجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس وعادوا مرة تاني في أصحة خمسة والآيات من 29 ل32 قوة الشهادة التي تمنح لمن يقبلها وفران الخطايا والحياة الأبدية يطرى بطرسه الرسل وهم بيقولوا هذا الكلام كانت دفاع عن أنفسهم أم هجوم على المجمع في البداية بطرس أكد أنه ما معناه مجمعكم في وادي والله الذي تدعون عبادته وخدمته في واد آخر احنا قررنا نطيع الله دا معنى كلام بطرس وده يعني صراحة أن الرسل يرفضون تماما الخضوع للمجمع والأمر بعدم الشهادة الاسم يسوع ويكرر هذا بكل ثقة ويقولوا كده في أصحة ثلاثة آية 13 و14 إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاة يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بلاطس وهو حاكم بإطلاقه ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل يصح 4 أي 10 فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا الخلاصة صديق المشاهد في كل هذه المرات أن يسوع اللي قتلوه قام منتصرا وصعد بمجد إلى السماء وأرسل الروح القدس تضمنت الشهادة كمان أنه هو رئيس الخلاص رئيسا ومخلصا وقال عنه بطرس قبل كده في أصرح 3 رئيس الحياة وأضاف كاتب العبرانيين رئيس الإيمان والكلمة رئيس تعني الرائد أو الموجه أي الشخص الذي يقود الطريق بالطبع لما يكون أعضاء السنهدرين يقودون أي شيء كل هدفهم المحافظة على القديم ثم إن عمل يسوع كمخلص متميز وفريد جدا أحبائي إذ كانت كلمة مخلص تقال عن الطبيب الذي يصف الدواء لشفاء المريض وتقال عن المشير اللي بيساعد الآخرين في حل مشكلاتهم وتقال عن السياسي الذي يخلص البلاد من خطر الحرب لكن يسوع وحده هو الذي يخلص من الخطيئة في سلطته أن يعطي الإنسان التوبة ومغفرة الخطايا يمكن بطرس أصد يقدم الدعوة للمجمع دعوة للتوبة وهو اعتاد أنه يعمل كده لكن هذه المرة الدعوة تحول القضاة إلى متهمين اللي هم أعضاء المجمع حكم عليهم الرسل وقد كانوا ومعهم الروح القدس شهودا على أفعالهم أفعال أعضاء المجمع بكيفية خاصة حكمهم على قتل يسوع الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل أجل موقف آخر هو موقف الحياديين بسميه موقف الحياديين وده ممثل يعني نقرأ في أصح خمسة والآيات تلاتة وتلاتين إلى تسعة وتلاتين وممثل الحقيقة في غمال إيل غمال إيل هو الآل هذا الكلام واحد من أقطاب الفريسيين فريسي وبسبب تقواه هذا الرجل كان مكرم عند جميع الشعب وبنعرف بعد كده أن بولس الرسول ترب عند قدمه يعني علمه النموس ففي اجتماع المجمع طبعا ليه مكانة بين المتقدمين ويبقى رأيه موضع اعتبار من الجميع ويبدو أنه استقر الرأي على قتل الرسل والتخلص منهم كما فعلوا بيسوع وكانوا بيتشوروا بينهم يقتلوهم إزاي وهنا تقدم غمال إيل بمشهورته وهي في رأي غير صحيحة لكن الرب استخدمها لإنقاذ الرسل من مؤامرتهم تعتبر مشهورته غير صحيحة إذ اعتبر أن يسوع وتلميذه حركة من الحركات الغريبة زي ثوداس ويهوذ الجليلي الذين اعتبر من الهراطقة وقط هلكاء وجميع من إنقاذوا إليهما وبالتالي حسب مشهورة غمال إيل ينبغي ترك هؤلاء الرسل والزمن هيثبت إن كانوا وما يعملونه من الناس أمن الله زي ما بقول أخطأ غمال إيل لأنه ساوى بين الهراطقة ويسوع والرسل مع أنه واضح للعيان أنه لم يستطع أحد أن يفعل مثل ما فعل يسوع أو تلميذه الآيات والمعجزات كانت لغة مفهومة للقاصي والداني تؤكد أن يسوع هو المسيئة ابن الله وتلميذه بيشهد للحق ما كان ينبغي أن يكون غمال إيل محايد بهذا الشكل كان ينبغي أن يقف إلى جانب الحق هذا الموقف رفضه يسوع موقف الحياد وقال في متى اتناشر تلاتين من ليس معي فهو علي ومن لا يجمع فهو يفرق وفكرين إلي النبي برضو كان ضد الحياد لما واجه أنبياء البعل والسواري خلينا آجي باختصار إلى الموقف الأخير موقف المبشرين وده موقف الرسول آية 41 و42 في أصاع 5 يقول كده وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستاهلين أن يهانوا من أجل اسمه وكانوا لا يزلون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين باسم يسوع المسيح المجمع اليهودي مارس الإرهاب على الرسل بصور مختلفة سواء الإزاء الجسدي أو النفسي وتحمل الرسل كل هذا بصبر بل بفرح حسبوا امتياز أن يهانوا لأجل اسم يسوع أما الجانب الأخطر في إرهاب المجمع طلبهم من الرسل أن لا يتكلموا باسم يسوع وزي ما شفنا قبل كده أن الرسل رفضوا هذا الطلب وتحمل الرسل السجن والضرب والجلد والإزاء الجسدي لكن تشددوا بكلمات الرب اللي سمعوها بلكده طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات المطلب الأخير لا يتكلموا باسم يسوع هذا لا يمكن احتماله بأي شكل من الأشكال يحتملوا الضرب والسجن وأي إزاء جسدي لكن الطلب أن لا يتكلموا باسم يسوع ردوا عليه إزاي لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا لشان كده رجع الرسل مرة تاني وصلوا الشهادة بتاعتهم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح سيبقى هؤلاء الرسل صديق المشاهد مثالا حيا لنا في محبتهم للرب ورغبتهم الشديدة في الكرازة بالإنجيل واستعدادهم للتضحية بأي شيء لأجل خلاص النفوس نعم لم تكن حياتهم سمينة عندهم لكن كانوا مستعدين يقدموها بفرح سمنا لخدمة الإنجيل إيه موقفك النهاردة من رسالة الإنجيل أرجو ما يكونش الرفض بالعكس يكون القبول والترحيل عدم الحيادية وأخذ قرار من أجل خلاصك وإعلان هذا الإنجيل للآخر إلى لقاء جديد في الأسبوع القادم والرب معكم ترجمة نانسي قنقر